هذا يمكن أنا ما أحتاج أشرح المرة هذه لكن فقط راح أعلمكم على الأقل حاجة يعني معنى الكلمان اللي هي بيبير معناتها يسكن أو يعيش في يعني أنا مثلا يعيش في الرياض أو ساكن في الرياض أستخدم الفعل بيبير أو الإنسان اللي يحيا أو يعيش حتى لما يتشوف الشعارات فليحيا كذا أو فليعيش فلان يستخدمه مع الفعل بيبير اللي انتهى بال-ER والنهايات بيبو الفعل بيبير أخذت بيبو يعني أنا أعيش وأو أنا أسكن بيبس بيبي 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 موس بيبيس بيبين بيبين ولاحظوا أنه مشابه لدرجة كبيرة باللي أخذناها قبل اللي هو كومير لو جينا سوينا مقارنة بس بسيطة بين الفعال اللي انتهت بال-ER وال-ER لاحظوا ال-O نفسها ال-AS نفسها ال-A هي نفسها أموس تغيرت إلى إيموس هذا اللي تغير الحرف الأول ثم هنا هنا ايس تغيرت إلى إيس هنا في زيادة حرف ان 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 لاحظوا التشابه الكبير بينهم طيب لو جينا عند الأفعال اللي انتهت ب-ER زي الترباخار O-O دائماً ال-O لاحظوا أن بدل-AS خليناها-AS A هنا A ثم هنا آموس إيموس يعني M-O-S هي نفسها هنا آيس أيضاً هنا تغيرت إيس فالتغيير غالباً أكثر راح بيكون في هذا الفعلين فعموماً هي مسألة تدريب علشان نبدأ نتعود ونبدأ نتعود على طريقة استخدام هذه الأفعال بيبو بيبس بيبي بيبي بيبيموس بيبيس بيبن بيبن مهم جداً التفريق بين النطق ال-E و النطق ال-A لأن أنا لو جي تغيرت هذه قلت بيبير تغير المعنى تماماً لازم أقول بيبير بيبير تكون مكسورة بهذا الشكل تحياتي لكم